رؤية شاعرية جسدتها الفنانة ليلى داغر في لوحات معرضها الأخير هروب المقامة في Art on 56 لنشاهد معا جمال هذه اللوحات عم تقرجينا ليلى بكل لوحة بيوت بيروت بيوت الضيعة يعني خلتنا نحن نظلنا عايشين بنطاق بيروت وللناس اللي عايشة برات بيروت أو برات لبنان تتعرف على هيدا الشي اللي بلبنان الحلو نشكر بيروت لأنه بظلت طلع لنا فنانين كتير موهوبين ولوحات كانت كتير حلوة بتعبر عن واقع عشنا خلال اللوك دون بالفعل معرض مميز وللمزيد حول هذا المعرض يسعدنا أن تنضم إلينا من بيروت الفنانة ليلى داغر أهلا وسهلا بك معنا في دفاف على العربي اثنان بداية ثلاثين لوحة ما الذي أردت إيصاله من خلال هذه اللوحات معرض هروب هو معرض اشتغلت عليه خلال سنة ونص وأكيد هو إجا من بعد فترة الثلاثة السنين العشناهون بين كوفيد ناينتين وبين الوضع السياسي والاكتصادي اللي عم نعيشه ببيروت وبلبنان هيدا المعرض بيحكي عن هروب هروب هو هروب من الواقع هروب من الواقع الصعب اللي عم بيعيشه كل إنسان اللي انفرض علينا بكل بلد بالعالم من خلال كوفيد ناينتين هالإنعزال والوحدة العاشة كل إنسان وهروب من واقع عايشينه كمان بلبنان اللي عم بيخلي كل إنسان يحس لفترة من الفترات بحاجة أنه يهرب بخياله وبتفكيره سيدة ليلى يعني هذا ربما عاكس خصوصية خاصة باللبنانيين وأيضا فيما يتعلق بالحجر الصحي الذي عاشه اللبنانيين لكن كيف تقاطع مع كل من عاش الحجر الصحي في فترة كوفيد ناينتين بالعالم أجمع هيدا هيدا الكوفيد ناينتين لامس كل إنسان بكل بلد بكل العالم أنا بمعرضي عم جرب وصل هالشعور هيدا أو هالوضع النفسي لكل إنسان اللي بيعيشه بصراع داخلي بين المشاعر اللي بتأسره المشاعر اللي بتحددله من حريته وبين المشاعر اللي بتحرره اللي بتخليه يطلع من حاله ويروح على مطرح بيخياله وبتفكيره لمطرح يعطيه الأمان يعطيه الفرح يعطيه السلام الداخلي معرضي هو هالكونتراست بين هالشعور هيدا اللي منه شعور بوزيتف وبين الشعور البوزيتف اللي بيخليه يحس حاله عم يتخطى هالواقع وعم يطلع منه من موضوع هذه اللوحات إلى ألوان اللوحات يعني استخدمت العديد من الألوان كان فيها البارد أو الدافئ أيضا الناعم أو الخشن يعني كل هذا التنوع في الألوان كيف برأيك خدم موضوع اللوحة أنا بالنسبة إلي هيدا الموضوع اللي عم عالجوا كنت هو موضوع عاشوا كل إنسان صعب كان بقى بلوحتي أنا جربت جمل هالواقع هيدا استخدمت الألوان وخليتها تساعدني لحتى وصل فكرتي أكتر يعني سعملت قضاد الألوان contrast colors حتى وصل الفكرة بين هالشخص المعزول للقاعد حجر حاله أو حسيسه اللي هي محددت له من حريته وقعدته بمساحة صغيرة وبين الطبيعة اللي هي عم تفتح له إيديها وعم تدعي ليجي لعندها لتريحه بقى الألوان اللي استعملتها بالداخل وبالخارج وبالباكراوند وبالإطار اللي حاطة فيه الشخص هن قضاد ألوان وبذات الوقت أول ما يتطلع المشاهد باللوحة عم بحس أنه في عالمين مختلفين مشان هيك اللون استخدمته لا يوظفته باللوحة لحتى يوصل للفكرة أسرع وهذا ربما التناقض ما بين الواقع والخيال والحلم ما بينهما سيدة ليلة عندما نتحدث عن مجموعة من الأعمال كيف بالنسبة لك كفنانة كيف ترينا نعكاس هذه الأعمال على المتلقي على الجمهور وكيف لمستيه فيما شاهدوا طبعا وحضروا المعرض بالنسبة للمشاهدين اللي أجوا على المعرض وكل شخص عم يجي يزور المعرض عم حسوا عم يتفاعل كتير مع اللوحة حتى قبل ما يسألني شو الموضوع عم حسوا عم بعيش حلم معين لأن اللوحة هي حلم طريقة الكمبوزيشن الألوان جربت وصل للمشاهد هالشي هيدا لحتى المسله شعوره المسله إحساسه خليه يعيش الهروب من خلال تجربته الشخصية وهيدا اللي صار بالحقيقة أنه حسيته لكل شخص فات على المعرض وزار هالمعرض وشايف اللوحات حسيته تأثر ولمست له شعوره من ناحية كل التوفيق لك يا العموم الفنانة ليلى داغر وشكرا جزيلا لك ونذكر طبعا مشاهدين أن معرض هروب مستمر حتى العاشر من ديسمبر من هذا الشهر طبعا